السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوفير ديزل اليوم الحصة تتعنا والغادي نسيد ونتكلموا على رايات ويشاهدنا محرز حاكيمي بن ناصر وغيرهم من نجوم كرة القدم العربية كيف تفعلوا مع الحادثة طير من طيور الجنة وهو رايان نجوم كرة القدم وانتبعوا عملية البحث عن الطفل المغربي بقوة وتفعلوا معه كذلك بقوة بعد مجهودات جبارة ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج الطفل المغربي رايان من بئر العميق الذي يبلغ طوله 32 متر وذلك في ظل محاولات التي تمت خلال أيام الماضية الطفل الذي يبلغ من العمر خمس سنوات فقط سقط في بئر يوم الثلاثاء الماضي وبدأت محاولات إخراجه من هذا البيع العميق نجوم كرة القدم العربية حرسوا على مساندة ودعم الطفل رايان وعائلته وفرق الإنقاذ خلال الساعات الماضية ونستعرضوا أبرز خلال سوطور التالية خاصة وإن مونشيستر يونايتد يتضامن مع رايان الجميع في يونايتد يتمنى عودة الطفل رايان بخير إلى بيته وأهله ربي يرحمه مسكين هذه هي روكا قلوب الليلة شهدنا وإن فاييت كذلك مدير الفني المنتخب المغربي المدرب البوسني حرص على دعم الطفل المغربي رايان لكن حلال الله يرحمه روكا ماد مسكين وإن جماهير الوصلة الإماراتي والطفل رايان وإن دعمت الجماهير نادي الوصل الطفل المغربي رايان خلال مباراة فريقهم أمام بني ياس ضمن منافسة دور الخليج العربي الإماراتي بعدما قامت برفح لافتة مكتوب عليها قلوب العالم معك يا رايان وكذلك فانك شاباب الوزداد يعني شاباب الوزداد والفرق الأندية الجزائرية التي تضامنت مع الشعب الشقيق المغربي ومع رايان أشرف حاكمي وإن سنده كذلك رايان وإن نشر نجم المغربي أشرف حاكمي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أستجرام وإن عبر خاصة عبر ستوري صورة للطفل رايان متمني له الخروز سالما يعني قدامنا تصرى الكارثة المعلقة التونسي عصام الشوالي نايف يعني وين كذلك وين يعني قاد كلمو حافظ الراجي كل معلقي العرب يعني وين شأنه وين بكاو خاصة فانك حافظ الراجي وين كان من الأوائل نايف أكراد يتضامن مع رايان نشر نايف أكراد نجم المنتخب المغربي عبر ستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأستجرام صورة للطفل رايان معلق عليها اللهم أحفظه بعينك التي لا تنام فأنت خير الحافظين رونار مدرب السعودي يتعاطف مع رايان كذلك ويتعاطف مع رايان من جانبه نشر المدرب الفرنسي رونار مدير الفن للمنتخب السعودي حاليا والذي كان يتولى مهام التدريب المغربي المنتخب المغربي سابقا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأستجرام خلال يعني ستوري صورة لرايان وين رونار علق على هذا الأمق قائلا صلوا من أجر رايان نرجو من الله أن يساعدهم يعني بعد فاوه يعني قبل لا تصرح كارثة عموت رايان ربي يرحمه إسماعيل بن ناصر يتعاطف كذلك مع رايان شجعت لرايان صغير وعينته وكل من حشدوا لإنقاذه وقف وين وفقهم الله المعلق الجزائري حافظ الراجي كذلك وين كلنا رايان وترحم على رايان كذلك رياض محلز يوجه رسالة إلى رايان رياض محلز تضامنه هو الآخر مع الطفل رايان حيث كتبه عبر ستوري خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الأستجرام رسالة إلى رايان محلز نشر رايان معلق عليها ابقى قوي ديلور كذلك وين تضامنه مع رايان يعني لعابين جزائريين مغاربة عرب معلقين عرب يعني وين تضامنه مع هذا احنا كما يقول لك احنا نفتخر كي تشوف كما كان تلاحهم تشوف يعني وين تفرح يعني وين نفرح والله لا نفرح نحوز على الحج المليحة نفرحه يعني لازم نحاربوا الكافر لازم نحاربوا الكفار لازم نحاربوا من أجل الإسلام هذا اللي نعرفه هنا على ذلك نقوله بليه اليوم هذا طفل ربي يا لحمه الربي احمم نعم ترجمة نانسي قنقر 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 ما هو هو الذي يصعره؟ ما هو الذي يصعره؟ لم يكن يعرفه كل واحد يحوصه بيه و جهيه مليح هي خليه ربي هذا مكان سيئ THEM ليس يعرفها هي سهلة ما نئت علينا على الارواحنا هي صفي قلبك ليس نسف يعرف قلوبنا ليس نسف يعرف قلوبنا يصفوا قلوبنا يكونوا المليح هاك شو إنسة فلسغير كما هادا الله يرحمه غاذني 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 الله ربي سالأمان تهدى ربي سالأمان تهدى